اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استقبلت مشتشفى بلبيس المركزي مسنن يدعى يخا عين عمره 56 عام مقيم في احد كرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية جثة هامدة بعد انهاء عياته على يد نجله البالغ من العمر 26 عام مستخدما على حد حديدة بداية القصة كانت تلقت الاجهزة الامنية بمدرية امن الشرقية اشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول المدعو يخا عين عمره 56 عام متوفيا بكسر فيها الجمجمة وخروج اجزاء من المخ وتم التحفز على الجثة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والتحفز على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق وكشف التحريات الاولية عن الواقع ان المتهم بانهاء حياة والده يعاني من اضطرابات نفسية منذ اربع سنوات وحرر محضر بالواقع وجار استكمال الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقع وسؤال الجيران واقارب المتوفي محافظة الشرقية المهاردة شهدت حادث مأساوي جدا حادث يعني يكد يكون يعني من الحوادث الكبيرة جدا جدا ابني يعني حياة والده موسن بقى لحد فيه الولد 26 عام ووالده موسن عنده 56 سنة الولد كانت بيعاني من اضطرابات نفسية من اربع سنوات ولكن نشبت ما بينهم مشكلة فقام الابن التخلص من الوالد وضربوا بقى لحد حديدة على ادماغه مما ادى الى قصر في الجنجمة وخروج بعد اجزاء من المخ من رأس والده ده الحادث المأساوي اللي شهدته محافظة الشرقية النهاردة حادث كبير جدا وفيه كما شهدت ايضا محافظة الشرقية حادث اخر مأساوي برضو حيث حبس اب ونجله بتهمت قتل تفلي جرانهم بالشرقية حادث اخر محافظة الشرقية يعني حدث الايام الماضية حبس اب ونجله بتهمت قتل تفلي جرانهم بالشرقية يعني الحادث الاولى في الشرقية كانت ابن عاق قتل والده بقى لا حدة ضربوا على دماغه بقى لا حدة وانا حياته الحادث التاني حبس اب ونجله بتهمت قتل تفلي جرانهم بالشرقية والحادث ده برضو مؤلم جدا اصدرت جهات التحقيق في مركز شرطة بلبيس في حمص الشرقية قرار بحبس قبل ونجله لمدة اربعة ايام على زم التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الموعد القانوني على خلفية اتهمهم بالاشتراك في ارتكاب جريمة قتل طفلين شقيقين من جرنامه في قرية قفر ايوب التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس والتخلص من الجسس بوضعها في شوال شقارة وإلقاءها في مياد طرعة الاسماعيلية بدائرة مركز شرطة بلبيس حادث التاني ناساوي جدا بمعنى الكلمة يعني اب وابنه يتخلصوا من طفلين بسبب لهو الاطفال جرنام بسبب الازعاج والضوضاء اب وابنه يتخلصوا من طفلين شقيقين صغيرين جرنام وقتلوهم وحطوهم في شكارة بلاستيك ورموهم في احد المجار المائي خلصوا عليهم وقالكوا الجسس في الترعة حبس ابو ونجله بيتهم اتقتل طفلين جرنام بالشرقية وعمرت جهات التحقيق بعمل فيش جنائي للمتهمين لبيان مدى سابق التهمهم في قضايا جنائية وتكليف أحد المهندسين من إدارة المرور المتخطصة برفع رقم الشاسيئة الخاص بالدراجة النارية المستخدمة وبيان مدى وجود بلاغ بسرقتها من عدم البداية كانت لجهزة الأمنية مدرية أمن الشرقية طلقت اختار يفيد بورود بلاغ بالعصور على جستي لتفلين رحيم ست سنوات وشكيكو إسلام خمس سنوات في حال التحلل بمياه ترعة قفر أبو النجم مركز أبو حمد وتم نقل الجسامين إلى سلاجة حفظ الموت في مشتشفى القرينة المركزي وتحفظ عليهم تحت تصرف جهات التحقيق تباين من التحريات أن وراء ارتكاب كل من الواقعة كل من محمد صادمين 65 سنة موظف في المعاش ونجله خالد 33 سنة عامل مقيمين في شارع مقابل لأسرة التفلين المجن عليهم وتباين أن المتهم الأول استدرج التفلين وضربهم على رأسهم وخنقهم ووضعهم في الجسس في شقارة وساعده نجله في نقل الجسس على موتسكل وألقاهم في مياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية التحلوية وجرفهم الطيار لمكان العصور عليهم وتم ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5339 إداري مركز شرطة بيلبيس لسنة 2023 وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب الطب الشارعي لتشريح الجسس وبيان سبب الوفاة وكيفية حدثها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها قبل أن تأمر بحبس المتهمين على زمة التحقيقات وتم أيضا إصدار عمل فيش جنائي للمتهمين لبيان ماذا سبق التهمهم في قضايا جنائية وتكليف أحد المهندسين من إدارة المرورة المختصة برفع رقم الشاسية الخاصة بدراجة النارية المستخدمة وبيان مدى وجود بلاغ بسرقتها من عدم حادث مأساوي بمعنى الكلمة يعني أب وابنه تجرده من كل المشاعر الإنسانية والمشاعر يعني نقدر نقول إحنا جات كثير جدا أب وابنه تجرده من جميع المشاعر يعني أنه حياة طفلين شقيقين صغيرين يتعدى أعمارهم من خمس لست سنوات بسبب اللهوة الضوضاء أمام المنزل أب بالمعاش وابنه عنده 65 سنة وابنه عنده 26 سنة قاموا بالتخلص من طفلين صغيرين ليس لهم أي زمن الطفلين بيلعبوا أمام البيت المقابل لهم فأحدثوا ضوضاء وشغب فالأب تخلص من الطفلين استدرجهم إلى مكان ما وضربهم على رأسهم حتى فقدوا حياتهم وتم وضعهم في شقارة بلاستيك وبمساعدة الإبن تم نقل الجثتين على أحد دراجات النارية البخارية وتم إلقاهم في طرية الأسماعيلية بدون رحمة ولا شفقة من الطفلين يعني نقدر نقول تجرده من كل المشاعر الإنسانية بسبب قتلهم طفلين بسبب الضوضاء أمام المنزل وتم التخلص من الجثتين برميهم في أحد المصارف المائية بترعة الإسماعيلية بمساعدة الإبن على دراجة النارية من جانبها أمرت الجهزة الأمنية المحافظة الشرقية بضبط المتهمين وتم ضبط المتهمين واعترفوا بالواقع وأرشادها عن مكان رمي الجثتين بعد أن جرفها الطيار إلى مكان اكتشافها من أحد المواطنين بوجود جثتين متحللين في أحد الأشويلة والأجهزة الأمنية يعني بدورها ألقت القبض على المتهمين ونيابة العامة أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على زمة التحقيق وإرسال الجثت إلى المشتشفى وانتداب الطب الشرعي للحصول على صفة تشريعية قبل الدفن والتصريح بالدفن بعد ذلك للطفلين والحبس المتهمين أربعة أيام على زمة التحقيقات وإرسالهم إلى المعمل الجنائي لعمل فيه الجنائي لمعرفة هل اشتركوا فيه قضايا جنائية من قبل وأيضاً إرسال الدراجة النارية لأحد المهندسين المختصين في إدارة مرور الشرعية لرفع البصمة والشاسيه لمعرفة هل الدراجة مصروقة من أو من عدمه وطبعاً سرعة تحريات المباحثة العامة حول الوقع وسؤال أهلية المتنفين أعزائي المشاهدين مشاهدي ومتبيع مصير ثامزي في كل مكان يعني المهاردة كان عندنا حادثين مأساويين جداً في محافظة الشرقية شهادته محافظة الشرقية أب يتخلص من والده المسن بضربه بقالة حدة وإنهاء حياته وأيضاً حادث مأساوي آخر التخلص من طفلين بالأب ومساعدة ابنه ينهي حياة طفلين صغيرين بسبب الله أمام المنزل أعزائي المشاهدين وطبيعة مصير ثامزي في كل مكان إلى اللقاءة في بس ومشاك جديد من مصر ثامزي